موسيقى أحباء المشاهدين في كل مكان نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إخبار الناس حيث يروي الناس للناس قصص الناس أملاً بأخذ الدروس والعبار في حلقة اليوم نرحل إلى مكناس الأبية ففيها أسوار عتيدة وحضارة إنسانية فريدة ولكن فيها أيضاً شاب تفرد فأمتع وأبدع ورفع الراية الوطنية في آسيا وأوروبا وأفريقيا فهو بطل مغربي أفريقي وعالمي في رياضة الباراتايكواندو اليوم نروي لكم قصة تستحق أن تروى والفارس فيها عبد النور لفديني شاب ولد بلا ذراعين ولكنه تسلح بالإصرار والعزيمة فبنى لنفسه حاضراً مشرقاً يبشر بمستقبل باهر وبعيداً عن عبد النور ضيف اليوم نرحب وإياكم مشاهدنا بمراسل البرنامج عصام عباري الذي أنضم إلينا من مدينة الدار البيضاء للحديث عن الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية في مقاطعات الدار البيضاء أنفا فأهلاً ومرحباً بك عصام أهلاً وسهلاً بك نوفيلو بالمشاهدين الكرام في فقرتنا ديال اليوم اليوم كانت توجدوا بأحد المراكز الصحية لمراكز ديالقوف باش نحاول ينتعفوا للنوعية ديال الخدمات لكي قدموا هذا المراكز للمواطنين بغيناكم تبقوا معنا المزيد من التفاصيل شكراً جزيلاً لك عصام مزيد من التفاصيل بالتأكيد ستكون معك في الجزء الثاني من أخبار الناس إذن هذه أبرز عنوين حلقة اليوم مشاهدين قبل الغوص في التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ مع الصديق عبد النورلفديني بطل مغربي أفريقي عالمي في رياضة طالتا شكراً لك أستاذ نوفيل وشكراً لقناة ميديا أن تابع على هذه الدعوة تلحيب موصول أيضاً بالمدرب هشام الأطلسيس هشام رحبا بك شكراً لك أخ نوفيل شكراً للميديا أن تابع على هذه الاستضافة وإذن يصرني أن أرحب بلعب المنتخب الوطني محمد المنيعسي محمد مرحبا بك أهلاً بك أخ نوفيل وشكراً على الاستضافة في هذا المنبر الإعلامي الفريد من نوعه مرحبا بك هذا واجب أهلاً بكم جميعاً إذن البداية ستكون بفقرة قضايا الناس أولد بأعاقة جسدية على مستوى اليدين أحب الموسيقى وأراد امتهانها ولكن مع مرور الوقت وجد نفسه في أحد القاعات أعجب بالأجواء فقرر أن يحترف رياضة التايكواندو في الاحتراف تميز عبد النور فتربع على عرش الرياضة محلياً ثم انتقل إلى المنافسات الدولية فتوج ببطولة أفريقيا في مصر عام 2016 ونال الوصافة في المغرب عام 2018 أما عالمياً فقد حل وصيفاً لبطل العالم في نسخة تركيا ونسخة لندن هذا كله غيض من فيض لشاب يعشق التحدي ويمنح الأمل لأقرانه بغد أفضل مزيد من التفاصيل نتابعها في روبرتاج لحياة زياني وردوان من قال إن الإعاقة عائق يعيق أو حاجز يقطع الطريق؟ من القائل يا سادة؟ وهل غاب عن ناظريه العلماء والأبطال وأولئك المتفردون في كل مجال؟ إن كنت من يؤمنون بما سبق انظر إلى عبد النور نفتيني طالع الحماسة والقوة، العزم والإصرار والإرادة تعرف على بطل أفريقيا والعالم في رياضة البارا تايكواندو اسأله عن شهاداته العلمية من البكالوريا إلى شهادات جامعية في الآداب الفرنسية كنت كان نمشي مع بعض الأصدقاء النادي وكانت في تريني وكمال الأجسام وترينيت معهم كمال الأجسام ولكن من بعد جاءت الفكرة تايكواندو لأن كان نادي فيه كمال الأجسام وتايكواندو وبديت ممارسة تايكواندو وبفضل هذه النوات هذه للأصدقاء هذو اللي كتشوفي منهم المدرب سهشام الأطلسي يعني باش أنني استمرت وولت في هذه الرياضة كمنافس بطلات دولية ومشي فقط ممارسة هوي حب عبد النور للرياضة دفعه لتأسيس جمعية التحدي والإصرار وفيها شبان ورجال يحلمون بالتألق واللمعان ينهلون من عبد النور المعارف ينسجون على منواله في القاعات والصالات والمسارح يؤمنون بأنهم كما سماهم هو أصحاب القدرات الخاصة في الأول فش كان جال عندنا الله صال كس كان ننظر وحد ننظرها ديال الشفاقة ولكن عندما قررت مع عبد النور وعرفته لأنني كنت مقربة لها بزافة فلاصال وأنني كنت نخدمها وأنني كنت نعطيها بزافة فلاصال كنت بكثرة ما تقربت له وليس فلنقولك كما سنقوله ومهتم به بزاف يعني خصني نعرف عبد النور وعرف أفكار دياله وخصني نعرف كيف يفكر ربما ونعرف عليه بزافة ونعرف على دوية الحتيار الخاصة كتر كنا أصدقاء هقو كان نحضروا وانغلسو وكان نتقهوا ونأمرها في 2014 في ذاك العام فين تبدلت الصيفة ديال الصادقة ولو شاعدتني فيها عامل أننا نخرت معهم في الفلاسوسياتيون وليس معهم أعضوا في فريقة البراتيكواندو من ثم ما كبدينا نحضر لحقات في ذاك العام في 2014 كنا قد نمشي إلى دولة روسيا وكننا قد نشارك في بطولة العالم بطولة العالم اطلبوا منا أننا نديروا عرض ولكن فاش كان غادي كوندك العرض عاوشاني فكر عبد النور أنه يشارك في المباراة بدنا كنخدمو عليه هنا فلاصل أنا والأخ هشام وكانوا أصدقاء ديال الفارق كامل كنا خدامين من تمك فاش جب الميدالية النحاسية يحيى عبد النور حياة عادية كباقي البشر فهو أب حنون يحن على تسنيم وردين وإسحاق يعمل بجد وتفان في مصلحة الجوازات ينشر البسمة على جبين أمه يسعد أباه بكل ما حقق من إنجازات يرعى زوجته بحب لم يملكه عن تر وبرعاية غابت لدى الأسوية عبد النور كان عنده واحد الهواية ديال الموسيقى قبل ما كان يقرأ كان عنده الهواية بشي يدي الموسيقى ويدي لديك شي ديال الموسيقى كي يدو واحد معها ديال الموسيقى وكان عنده الهواية ديال الكورة وفجأة ولا كدخل واحد من نادي ديال تيكواندو بالدخل نادي تيكواندو تطوار في دك شي يعجبوه دك ولا تهواية دياله تيكواندو عنده المحبة دياله الأكترية لتيكواندو بقى ثراث خالفة داكرة ديالي هي فاش تفرجنا فيه مباشر وكنا بحال لك اللعبوا معه والحمد لله جاءت تاني وخا مداش الدهب يد الفضية وفرحنا له بزاف والحمد لله الله يوفقوه صراحة عبد النور الزوج راه هو كأنه الزوج مع أطفاله حاجة كأنه في تيكواندو حاجة لأنه فاش يمشي لتيكواندو مع أصحابه يعني عنده شا نقولك يعني وحد رياضي بمعنى الكلمة كيمشي كيتدر مع أصحابه كيعطيه الوقت للرياضة ديال تيكواندو كذلك عنده وقت العائلة ديالو فاش كيجي لتيكواندو كيخليها أبطر يعني يجي العب مع أولادو يخرج مع عائلته من هنا تأخذ العبرة والمثل من أبثال عبد النور تستنبط الدروس والعبار فهو شعاع من الأمل يمنح أبناء جيله ومن سيأتي في المستقبل روح التحدي من أجل إثبات الذات رافضا كل المعيقات التي تقتل فينا الخلق والإبداع لا مجال للأحباط في عالم عبد النور الفديني مرحبا بكم مرة أخرى أعتقد أن الرابطات ربما قدم ملخص ولكن هذا الملخص لا يكفي لأن هناك مراحل ومغامرات وصعاب ومشقات كانت في حياتك أو في سفرك أنصح التعبير ولكن سأبدأ من أين انتهى أباك الولد قال من الموسيقى كيف يريد الموسيقى كيف يريد كرة القدم من الموسيقى لكرة القدم وصولا إلى التايكواندو كيف جاء اختيار هذه الرياضة التي أبدعت وأمتعت فيها صراحة صراحة هي رحلة طويلة منذ الصغر الموسيقى كانت برحلة الابتدائي لما كنت في مؤسسة ابن البيطار بمدينة الخميسات هذه المؤسسة صراحة مؤسسة فريدة من نوعات ممكن أن أقول مؤسسة الوحيدة بالمغرب والتي يجب خلق مؤسسة مثلها لأنها أنجبت عدة شخصيات من دول إعاقات مختلفة ودرست بمعهد الموسيقي ومن بعد ما حصلت على السولفاج سنتين ديال السولفاج كان عندي تخصص ديال الآلة كنت تفضلت أنني ديالبيانو ولكن للأسف كانوا طلبوا مني إما سنتبع الموسيقى في مدينة الريباط إما نكمل الدراسة ديالي وما قدرش نتخلى على الدراسة ديالي وكملت في الدراسة ديالي كرة القدم صراحة أرجلين قصحوا عيبها معاكس كان لعب مع أصحاب العكاكز اللي بيكير تحية اليوم من هذا المينبار وكان ديما الضربة كدية للرجل تقصح ترجل وكنا عندنا فريق ديال المؤسسة وكنا نشاركو بيه في مدينة الضربدة والريباط ويعني كرة القدم كنت شغوف بها يعني حتى المرحلة ديالتانوي يعني تاكواندو جاء في مرحلة متأخيرة متأخيرة صحي وانت قلت يعني أنه مرارا وتكرارا أنه ربما لنعود إلى ذلك المشهد معك عبد النور مشهدي الله صالت خلتي هاتش اللي وقع على ما أعتقد ذلك المشهد وش نحرك فيك ذلك الساعة باش قلت أنا الآن سأتجه إلى رياضة تاكواندو صراحة توقفت يعني بعد مرصت كمال السام يعني توقفت لمدة سنة لمدة سنة وأنا ذهب إلى النادي لكن بقيت في البال ديالي ذلك الحركات ديال بالموازات مع كمال الأسلام حركات ديالتاكواندو ديال الأبطال وارسأيت أنني نعود ندخل النادي وندير هذه الرياضة ونجرب ولقيت ذاتي فيها يعني في أول حصة الحمد لله يعني كمّنت الحصة كما كنقوله لتليق البدانية كانت حاضرة فكرتيني عبد النور بأحد ضيوف البرنامج يتعلق الأمر بنجوة عوان نجوة عضها كلب وفقدت رجلها وكانت كتلعب رياضة ألعاب القوة فإذا بها من بعد تكتشف من طرف مدرب لتذهب لرياضة التنس لأصحاب الكراسي المتحركة والآن هي وصيفة بطلة أفريقيا مصنفة 38 على المستوى العالمي فربا صدفة خير من ألف مئات فنمشي معك هشام أنت قريب جدا من عبد النور ماذا يمكن أن تقول لنا عن عبد النور الإنسان وأيضا عبد النور المحترف المثابر المجتهد في رياضة تايكوان شهادة للتاريخ وبدون لغة دبلوماسية نعم شهادة للتاريخ شهادة للتاريخ وأمام أي واحد كنقول الله فعبد النور الشخص لما تقرب منه استفد منه يعني أي حاجة عبد النور دارك استفد منه وما قلت استمعه يعني وقلت استيقلت وتعطلتهم إلا وقلت استفد منه واحد شخص اللي فريد منه فتبارك الله التحدي والإصرار خرج منه التحدي والإصرار أنا لما عرفت أبنور عرفت التحدي والإصرار فيه فهو صراحة الله غير لي النظرة كما قلت ربما قلت أسميته غير لي النظرة لأني كنت نشوف ربما كنت نشوف حالات وكنت نشوف بعين الشفقة فهد عبد النور هذا حيث لي نظرة هذه الشفقة لأنني وريني هذه القدرات اللي عندهم عليش قادرين واسماهم أصحاب القدرات الخاصة وسنعود لهذه التسمية ولكن ماذا على المستوى الرياضي المستوى التايكواندو قدراته كيفش كتشوف على المستوى الرياضي الحمد لله القدرات دياله وكتطر عليها لو لا أن المستوى دياله والقدرات دياله اللي طرعه ما كانش يوصل مستوى يعني يكون وصف بطل العالم فالحمد لله يعني كيتجو في الرياضة بشكل عادي بشكل ربما أحسن من الأشخاص العاديين أرجع معاك شامو ناخد نقاط قوة عبد النور لأهلة ربما القهر كبار العالم في هذه الرياضة على المستوى المحلي والأفريقي ولا حتى المستوى العالمي ولكن سي محمد البنيعي بغينا ناخده منك لمح عن عن واقع المنتخب الوطني في رياضة كيف هي الحال والأحوال أموة غادة مزيان المشاركات القارية والعالمية كيفش غادة صراحة بنتبه المنتخب الوطني لباراتيكواندو يعني منتخب غض اللي صراحة يعني مازال عادة شق طريق ذي نحو النجوم ونحو العالمية يعني كهين عناصر اللي هي عناصر معدودة على رؤوس الأصابع يعني وهذه العناصر المعدودة على رؤوس الأصابع اللي يعني تنفتخرب واحد عنصر منهم اللي هو قائد المنتخب الوطني للباراتي كوندولي عبد النور في ديني اللي صراحة الحد السعاق اللي هو حامل المشاعل لهذه الريادة هذه بالإنجازات والألقاب دياله لا على الصعيد المحلي أو الوطني أو الصعيد الإفريقي أو حتى الصعيد العالمي بالنسبة للعناصر أخرى كان هناك عناصر اللي تتشق طريق ديالها وليه سيكون عندها مستقبل كبير نذكر منه مراجا أقرماش اللي هي وصفة بطلة العالم اللي هي اللي تتشق طريق ديالها إن شاء الله وهناك عناصر أخرى أنا على المستوى الشخصي ديالي أنا أعتبر من قيده من رياضة الباراتي كوندول يعني صراحة أنا كما تقوله أنا يلا تنقود سفينة علاش من أجل اكتشاف عناصر جديدة اللي ستضخ دماء جديدة الخبرة مطلوبة في المنتخبات الوطنية من طبيعة الحالة هذه الخبرة تناخدها من الجانب الإيجابي وتنظرنا يعني هذه الخبرة هذه خاصة تخد كما تقوله في الجانب الإيجابي أنا سأصر على هذا الجانب الإيجابي يعني هذه الخبرة هذه خاصة نستفدو منهم إيجابيا ما نستفدوش منهم سلبيا يعني هنا تبقى مجموعة من العناصر اللي تتكاتف باش يمكن لها سأعطيك واحد المنتخب اللي هو قوي نعم أولا تفضل سمعنا نكمل الفكرة أولا العناصر المادة الخام اللي هم المادة الخام ثانيا نوعي التدريب ثالثا المسؤولين أو المسيرين وتنفتح قوس ونعود نسيته وغني حتى سأضعنا صغير ما نتشي مشكلة ومن بعد فشلنا ما نتشي مشكلة القوس رعار فراج نام عبد النور في 2016 على ما أعتقد وكان القوس عريضا واتجهنا إلى الكاميرا وخطبناهم يعني وسيزدادوا عرضا عندما يصلوا عندي غير يزداد ما نتشي مشكلة ما نتشي مشكلة لأنه نحن الآن حين نقول بأنه هذه النماذج المشرفة ترفع رأية الوطن فإذا كان المسؤول في مكان يريد أن يخفض تلك الراية عبر هذه القوة الخلاقة المبدعة يمشي في حاله من ثم ما يخرجه الله يعاون يعني معنا ما نديره به ببساطة وبسهولة ولكن سأرجع إلى اسم الجمعية التحدي والإصرار مدم هذا الاسم هذا الاسم هذا يعني صراحة لا قل ما وصلتش للجمعية أنت مسترع على كل أوراق الحلقة لا 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 ليس كل أوراق أنا فقط أقتبس هذا الاسم نعم التحدي والإصرار أخذ المعنى فقط يعني لو كان هناك تحدي وهناك إصرار مهما كان تسير ومهما كان هذا سنصل إن شاء الله بإذن الله عبد النور ماذا تغير في عبد النور لفديني من 2016 آخر لقاء بينه وبينك إلى 2018 أكيد جئت بعد بطولة أفريقيا في مصر وأنلت لقبها كان هناك بطولة الأفريقية هنا في المغرب 2018 وأنلت الوصافة ماذا هناك كيف شمرت هذه السنتين وما هي الألقاب التي حستها سنتين مرت كما نقول بحلوية ومورها المور ديالها في ديك السنة في 2016 وطويناها في ديك السنة بحكم الإقصاء بحكم جموعة من الأمور التي تعرضنا لها وبدأت صفحة جديدة مع الجميع الملكين من أجل أن هذه الرياضة تأخذ حقها وبدأ الحمد لله نتاج ديالها هو أنه كانت وفد يعني لا بأسا به شارك في لندن ديال تمنيات الأشخاص وكانت فيه جوج ميدالية في الضياء وميدالية نحاسية فهذا إنجاز في حداته وكذلك بطولة الأفريقية اللي كانت في المغرب كانت فرصة أن مشكورة لها السيد رئيس الجامعة السيد رئيس لها لأنه فتح المجال لجميع أشخاص دول القدولة الخاصة من البراطيك واندو الكيميرس وبراطيك واندو يشاركوا في بطولة أفريقيا منها استفدوا من تصنيف الطبي الدولي ومنها يعني أخذوا تجريبة ومشاركة جديدة نعم أنت ربما في كل بطولة تشارك فيها تترك بصمتك الخاصة حتى أن وسائل الإعلامة الدولية والعالمية تطالبك ولكن الآن انتقلتم إلى إلى شيء جديد يتعلق الأمر بالبطولات الاستعراضية يعني لديكم فريق متكامل تشاركون في بطولات استعراضية منها مارش في نوالكاس لاخريتي في قادش في قادش هذا جاي من قادش من إسبانيا فتشاركون ببطولات استعراضية وتنالون الألقاب وتنالون الجوائز هل توازي بين الممارسة الاحترافية للبراطيك واندو والممارسة التي لها علاقة بكل ما هو استعراضي أولا يجب الإشارة إلى أن هذا الفريق الاستعراضي دي التحدي ويأسأل الأشخاص ذوي قولة خاصة كان له الفضل أو السبب فأن البراطيك واندو تصبح كما نقول رياضة احترافية ورياضة بارالامبيا في توكيو 2020 هذه نقطة أولى يعني لو لا هذا الفريق الاستعراضي ربما كان أمور أخرى تغير الفريق الاستعراضي كما قلت شق طريقه في ما هو دولي أعطونا للفيديو الشباب يعني هناك هذا اللقطة في هذا الفيديو نعم يعني على المستوى المحلي على ما أعتقد على هذه المستوى المحلي كانت بطولة وطنية وحصلنا على أعلى تنقية في البطولة الوطنية من طرف الحكام يعني بدون تحيز وبدون أي شيء هذو أبناء الجمعية هذو أبناء الجمعية التحدي والإسرار الأشخاص ذوي القدرات الخاصة يعني أنت أنت فيك المحسوبية ما جبتش معاك شي ناس مبارا من نوادي أخرى دخلوا وكانت نفس في إطار الجمعيات في إطار وطنية أنا غير من باب الضحك نعم بكل فرح وفريق الاستعرار يقدم عدة عروض دولية بكل من روسيا وإسبانيا والنمسا وتونس وبولندا اللي تحرمنا منها في 2016 في 2016 اللي تلغى العرض من بعد البرنامج مباشرة تلغى العرض وصع تلغى العرض من بعد البرنامج كان سبقنا ست أيام البولنديين هم اللي ألغوا البولنديين تحججوا بدعوة أنه ألغي العرض من طرف الاتحاد الدولي أول مرة نقعوا في هذا كانت مراسلة من هنا على مبالي نصصت العرضينا نصصت العرضينا نصصت 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 كالقاسح شوية لاحظت أنت تحدثت بقلب مفتوح وأرسلت صهام النقد وهذا حقك لأنه لأنه نريد أن نخلق قوى مبدعة عليك أن توفر لها شروط وكما قلت التحدي والإصار قمنا باحتجاج دولي في بولندا وهذا الذي مشينا رغم عدم مشاركة مشينا في بولندا وقمنا باحتجاج دولي لأن الأهم عندنا هو أننا نوصل الرسالة أننا هذا الفريق الاستعراضي يقدم رسائل إنسانية نحن نقدم عروض خدمة للإنسانية لا داعي للسياسات والمحسوبية صحيح وأيضا تقدمون وجها مشرقا لذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم عندهم طاقات ما شاء الله خلابة يشام كيف تتعامل في جميع التحدي والإصار كيف تتعامل مع العناصر هناك على مستوى التدريب أكيد هناك من يشابهون ربما عبد النور في الإعاقة الجسدية التي لديه هل هناك برامج تمرين خاصة تكون أم أنك تعاملهم ربما كالأصحاء لما يتمتعون به من قدرات فنية نعم هناك أشخاص القدرات الخاصة كما سنقول فيهم بزر دي الأصناف فيهم تولاتي السابغي فيهم التوحود فيهم ما بسور الأيدي ما بسور الأرجل يعني كل واحد خاصة طريقة دي لتدريب دياله نعم ماشي كل واحد عند طريقة فيما يخص الكيوروغي اللي هو المبارا فهدو تتعاملهم كالأسوية يعني مبارا تتلعب معهم اللعب دي ما تتعقلش عليهم لا ما تتعقلش عليهم تتعطيهم القوانين دي المبارا القوانين المبارا ما هي هي أن الضرب منع الراس بالنسبة لما بتور الأطراف نعم الأرجل أما بالنسبة فيما يخص الكارسي الكارسي المزحركة أو أصحاب تولاتي السابغي أو يعني توحد فهدو عندهم تعامل خاص قوانين خاص تعامل خاص تولاتي السابغي أول حاجة يعني تعامل دي تحبو لك إذا ما حبتيش لك ما يقص لك ما يجيلكش التوحد يعني عن طريقة تتعامل دي الوحد لأنه شوية كونوا قوين شوية وقاصحين فعا التعامل دي تكون صارم معهم وفي نوصل الوقت تكونك تتحبو فيك خارها شوية كي هوا كي هرب أشخاص يعني اللي مبسور الأطراف الأرجل هذو كعبتين عندهم تعامل دي هم بوحده يعني تدريب دي دي هم بوحده وفي نفس الوقت عندهم كي توجهوا للبومصي نعم كي تخدم معهم طرق دي البومصي تخدم معهم اليد يعني طرق مختلفة في التدريب سي محمد قبل أن نذهب لفاصل أريد أن تفعيد تفتح ذلك القوس كأنك تتحدث بغصة ومرارة هل الواقع لا زال اليمن ربما كما كان عليه الحال 2016 أنا كنجيب بطال أفريقي عباد الله ويقول لي أنا أحارب باش ممشيش ندير عرض في بولونيا ولا في بولندا ولا معرض فيين فهذه الأمور كانت فعلا أنا بنسب لي كإنسان كبشر كمتابع فقط ماشي لإعلامي لتحاجع لكن تعصب عليها لأنه خصك تدفع الإنسان الفاشل وترده ناجح هكذا تتعامل المجتمعات الغربية أما إذا عندك إنسان ناجح واجد ما زال خصك تذبيه وترفع به وتحطه في أعلى القمة فكان عبد النور نموذج لناس وناس يعانون بصمت للا شيء فقط لو بي هنا ولو بي هناك هل ما زالت هذه الأمور بقى ما أشياء بقى ما أشياء صراحة مد سنة 2016 تغيرت بعض الأوداع وهذا التغير تغير ناسبي فقط ونلاحظ بعد المرونة من طرف مسؤولين على صعيد الجامعة الملكية المغربية لريادة تاكواندو كان بعض المرونة والدليل على أنهم شفنا في بوطولة إفريقية الأخيرة في 2018 اللي يعني إحنا معدودين على الأصابيع حوالي 31 أطلت يعني 31 أطلت كيف يعقل أن هذا 31 أطلت يعني كمسؤول ما نقسم أنه محتاجة شي واحد لأن علاش لأن الهدف الهدف أننا ندفعه بهذه الريادة القدام ونشهروها ونرفعه الريادة الوطن يعني كلما كانت نسبة المشاركين تتكون عندك نسبة النقاط يعني هذا تحسن تصنيف تصنيف دي البلد أو الوطن دي الناق على المستوى العالمي يعني تقريبا كل نقطة على أطلت يعني 31 أفضل ما تفشيب فوج فيه خمسة أو ستة عناصر وهذه ستة عناصر بناء على ماذا هنا على ما تستفهم بناء على ماذا يتم اختيار هذه العناصر هل بناء على الإنجازات أم بناء على الجودة وهنا أفتح قوس إرضاء الخواطر لا يعطي بنتيجة إيجابية البقاء للأجدر وللأحق يعني ليس سطع يحمل المشعل ويقود هذا المنتخب الوطني ويرفع الرأي دي البلاد أهلا به صحيح شكرا لك سي محمد سنعود لتفاصيل أوفح حول هذا الموضوع لكن نتمنى نتمنى أن يكون هناك أيضا نظرة تفاؤل للمستقبل بغض النظر عن كل المناغيصات والدليل والمثال وخير قدوة وعبرة ها هو اليوم أمامنا حارب وناضل وتمكن من رفع علم بلادي وأيضا أن يخط اسمه بأحرف من ذهب نذهب لفاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود فتفضلوا ببقاء المعنى أهلا بكم مشاهدين من جديد في الجزء الثاني من أخبار الناس وسنبدأ هذا الجزء بفقرة منصات أو في منصاتك المعتاد نستقبل الزميلة كوثر حمومي كوثر أهلا ومرحبا أهلا بك نوفلوا أهلا بأوفياء البرنامج وبدو يوفي الكرام نعيد الكرة مرة أخرى نستضيف نموذجا يحتدى في مجال رياضي هذه المرة رغم الإعاقة لأن عبد النور تمكن ربما من تقديم نفسه كأحد أبطال رياضة الباراتايكواندو وغير ذلك هو ناشط جمعوي أسست تلك الجمعية جمعية التحدي والإسرار ويساهم في نشر هذه الرياضة ويعلي الرأي الوطنية ودخل عالما جديدا اسمه البطولات الاستعراضية فأكيد أن هناك كم كبير جدا من المعلومات ومن التفاعل ومواقع التواصل الاجتماعي وكبت المسيرة الرياضية طبعا لعبد النور ولم تخرف موعدها مع جميع نجاحاته الوطنية والعالمية أيضا صفحته الفيسبوكية وفليوثق فيها لكل نجاحاته ويتحدث فيها أيضا عن نجاحات بقي الأبطال المغاربة كما نرى في هذه الصور أريد أن نسألك الصورة مع جلالة الملك لأي سنة كتعود لأي سنة 2005 كان في مكنسة 2005 2006 كان في مكنسة جادش المؤسسة دي الأشخاص فضعت إعقال كنت مسؤول عن ما هو الإعلاميات في ديك المؤسسة جميل وقوة عزيمة عبد النور نوفل وإسراره للنجاح وتحدي الإعقال طالما يعني سفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيجابيا طبعا ومن بين التعليقات نجد هذا التعليق لإحدى الصفحات التي علقت معا لتغيير مفهوم الإعاقة إعاقتنا سر قوتنا علي الخريبات علق الإعاقة في العقل وليس في الجسد فيما كتب فيسبوك آخر الذي ينجز لا يسمى معاق المعاق هو المعافى الذي يتكل على الغير ولا يساهم في التنمية معاد غازي غرد على موقع تويتر يقول رغم الإعاقة الرجل المعجزة أولد بدون يدين وتحدى إعاقته ليصبح بطلا عالميا عبد النور الفديني حقق المستحيل عبد النور كيف تنظر لهذه الطاقة الإيجابية التي يمنحك إياها الناس وأنت مشاغب يعني على الفيسبوك صحيح أنت كتقدم إنجازاتك ورحلاتك ولكنك حاضر نشيط بدرجة بدرجة عالية جدا تلتقي مسؤولين كبار على مستوى رياضة تايكواندو العالمية تكون ضيفا خفيفة ظل على القنوات العالمية في البطولات العالمية أي أنك رجل مطلوب وأنشتك لا تنتهي هذا هو الجميل في الأمر وبالتالي ربما الفضاء الأزرق يمثل لك ذلك العالم الذي تطرح من خلاله أفكارك للناس وأيضا تجعلهم يتفاعلون معها سواء بالسلب أو الإيجاب نعم صراحة الفيسبوك كوسيلة التواصل الاجتماعي كانت سبب في بوزوغ هذا الفريق الاستعراضي كانت سبب في بوزوغ هذا الطاقة وكانت سبب في استفزاز مجموعة من الأشخاص لأن صراحة أنت رواج ودعب النور في فيسبوك يستفز العديد صحيح ويا مغا أوجهت رسائل حاد نعم خاصة زيارة دي البولون أبغيت هناك وحنا تمك وبإضافة النجاحات التي يحققها نوردين لا يتحدث فقط عنها الصفحات الشخصية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بل أيضا الصفحات الخاصة بعالم الرياضة وعندي هنا بعض الأمثلة دي الصفحات الرياضية التي تتحدث على النجاحات التي يحققها عبد النور وطنيا ودوليا أيضا جميل مرصد الرياضة مرصد برو عارفينه في كرة القدم ولكن حين تكون نماذج مشرفة للأميدي وميدي أنتفي كانت بالمواقع الإلكترونية التي كانت تساير نوردين في جميع في المسار الرياضي وكانتعيد الريبورتاجات والبرامج لصدفتها يعني فيها عبد النور بحل البرنامج جيل كانوفل والبرنامج جيل جينيغاسيون نيوز الزميل وسامة نجلون أيضا عبد النور كنا قد ركزنا في لقائنا السابق على ذوي القدرات الخاصة لا ضرر ولا ضرر أن ربما نعيد على السادة المشاهدين يعني لماذا هذه التسمية وهل بالفعل ترى بأن هذا المجتمع الذي نحيا فيه الآن أكيد بمسؤولية بجهاته الخاصة أو العمومية يتقبلون هذا اللفظ وبأن الإعاق اختلاف وليست نقصان ربما في القدرات نعم صراحة هذا المصطلح للأشخاص ذوي القدرات الخاصة نهدف إليه تحفيز ويعطى شحنة إيجابية لهؤلاء الأشخاص أكثر مما هو سلبي وعندما نقول أشخاص ذوي احتياجات خاصة وكأنهم يتكلون أشخاص معاقين وكأنهم يعيقون المجتمع وكأن ولكن المجتمع يعيقهم صراحة بلاكس الأشخاص ذوي القدرات الخاصة أتمنى أن يتم ترصيم هذا الإسم أنا أتفق أنه المصطلح الدولي هم الأشخاص في وضعية إعاقة يعني أنهم لم يختاروا تلك الإعاقة هذا هو المصطلح الدولي المتدول لكن لماذا لا يكون لدينا مصطلح يخص دولتنا كما في دولة الإمارات الأشخاص دول همم همم صحيح جميل بالإضافة إلى العالم الأزرق نوفل في العديد من المواقع الإلكترونية الوطنية تناولت مسيرة عبد النور ومنها هذه المقالات لهذه المواقع الإلكترونية الوطنية التي سنشاهدها حالا يعني يقين اهتمام من قبل المواقع الوطنية أبرز المقابلات الدولية التي قمت بها عبر منابر دولية سواء تلفزيونات أو إداعات أو حتى مواقع الإلكترونية صراحة كانت أبرز وكانت بروسيا أولا في إطار الفريق الاستعراضي حيث كان الفريق الاستعراضي يعني كانت لقاء مع قنوات روسية وكذلك يعني أبرز لقاء يعني كان حوار شيق بالإنجليزية مع الإعلام المختص في الاتحاد الدولي للتاكواندو وتحدثنا حول مستقبل هذا الرياضة وكيف رياضة البراتيكواندو أصبحت رياضة بارلانبية في توكيو 2020 نعم ولمن لا يعلم يعني عبد النور حاصل على الشيطة البكالوري اللي عدي دبلون دراسات عليا في الدراسات الفرنسية يتقن عدد كبير جدا من اللغات وهذا ربما ما جعله على احتكاك مباشر بأعلى هرم موجود على مستوى الاتحادات القارية والعالمية الخاصة برياضة سأقول هو أن إجازة في الدراسات الفرنسية كانت كوسيلة للتواصل ودبلون تقني متخص في المعلومات كآلية للتواصل من خلال الكمبيوتر صحيح جميل جميل وشاهدناك تعدد تحصوصات كوثر أنا بغيت سأقول عبدالغني عبدالنور عفوان عملي الجمعية لم تقلق صفحة على الفيسبوك حيث قلبت ما لقيت الصفحة للجمعية هذا كل ما بالفرنسية شكرا جزيلا لك كوثر إلى الملتقى بإذن الله في حلقات مقبلة نذهب مباشرة للمشاهدين لفقرة معيسا وينضم إلينا الآن الزميل عصام العباري من مدينة الدار البيضاء وتحديدا من أنفح سنقل لنا واقع المراكز الصحية هناك وأيضا الخدمات التي تقدمها للمرضى عصام تفضل لك الكلمة تحية لكم مشاهدين الكرام كانت وجدوا اليوم بإحدى المراكز الصحية اللي هي مراكز القرب باش نتعرف على النوعية دي الخدمات اللي كتقدم هاد المراكز للمواطنين وكذلك باش نتعرف على الفئال اللي كتجي كتستفد من هاد الخدمات ووش هاد الخدمات مجانية ولا بالفلوس كل شي هادشي هنحاولوا نتعرف عليه في هاد الجولة دينا اللي غنقوم بها اليوم خوو معنا سرما لكم بالنسبة للخدمات الصحية اللي سنتقدمها المراكز الصحية بالنسبة للمواطنين كثيرة كان هوايا المركز الصحي في جوش أنواع الخدمات كان الخدمات الويقائية والخدمات العلاجية المركز الصحي عندو كيقدم مجموعة الخدمات من طرف بزفة الخلايا اللي هي كان خلية الأم والطفل الخلية دي الأمراض المزمينة الخلية دي دأسل الخلية دي الصحة المدرسية وكل خلية تقريبا سيكون فيها بحل دبال الخلية دي الطفل والأم كان فيها تلقيح كان فيها مراقبة الحمل كان فيها تشخيص المبكر سرطان تدي وسرطان عنق الرحم وبالمناسبة كان عندنا الحملة الفحص المبكر السلام عليكم وإلى الله رأيناك اليوم في سبيطر الحومة وماذا تأتي ديما تأتي لها وماذا تأتي لي بدء دائما نأتي نأتي ونأتي 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 لماذا لماذا تأتي الخدمات التي يقدمون لك تكون فابور أو تخلص شيئ فابور فابور سبيطر الحومة يدوز فيه كل شيئ كل شيئ نأتي يدوز فيه جميع ما كان خلص وواله كيف حالات التي تقدر تأتي لها علاقة لها سبيطر أي حاجة كان المرض بالحلاقة ومع سخانة كل شيئ الحمد لله نأتي سبيطر ونأتي نأتي نأتي فقارة نأتي سبيطر أمشي الكلينيك ممكن أنا كنت هنا في بورغون وانت أجلت 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 ثلاث أجلت أجلت هنا لماذا لماذا تأتي إلى هذا المركز ولم تأتي إلى الكلينيك هذا سؤال مهم كنت أجلت فرق بين الكلينيك ومسيحة وقعت أن في الكلينيك أجلت ألف ألف درهم أجلت 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 كلينيك لماذا تأتي هناك المركز هناك هناك ولماذا تأتي هناك لك يساعد الله يساعد الله يساعد ومع جيد أجلت هناك لا لا يقل يشوفوني ويسبقوني هناك الأول لا أجل ولم يكن أجل أجل يعني أجل 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 لبقية حالي ويوجد حالي ومع لدينا شركة الناس يوجد من المشارجات كما هو فيه ومعاً عندما نحن المتحدة ومعاً جزيلاً يتحدث عن حياتي ومعاً فهم فيه ومعاً يتحدثون يتحدثون فيه الوصول الأولاً في المصار العلاج بالنسبة للمرضى اللي ما كتكونش عندهم الحالة المستعجلة المرضى اللي عندهم حالة مستعجلة فهو عندهم مصار آخر اللي هو المستعجلات في المستشفى المستشفى الإقليمي أو المستشفى الجهوي أو المستشفى القرب أما المركز الصحي فهو المركز اللي كيشوف المرضى اللي ما كيكونش عندهم حالة مستعجلة كيشوف المرضى وكيقدم مجموعة من الخدمات خدمات وقائية خدمات علاجية وخدمات كذلك التتبع صراحة النوفل تفاجأت بالنوعية والفئة ديال المواطنين اللي كتجي كتستفد من الخدمات ديال هاد المركز علش لانه عملت انفاء على المستوى هاد المراكيز هي نموذجية كنتمنعوا على ان هاد المراكيز بهذا الشكل وبهاد الخدمات اللي كتقدم على انها يتعمم على الصعيد الوطني ونشوفوا خدمات في هاد المستوى كان معكم عصام العباري من مدينة الضاب البيضاء وبالضبط من بوفقون شكرا جزيلا لك عصام وشكرا لهذه الاياد البيضاء التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع خاصة على المنطقة التي تحدثت عنها اليوم في مراسلتك نلتقي بإذن الله يوم غد في حلقة جديدة استي محمد المنيعي أريد أن أتحدث معك على قاعدة الممارسين في رياضة الباراتايكواندو هل ترى بأنها تزدهر ويكون هناك إقبال مع مرور السنوات والأيام أم أن هناك تراجع ربما صراحة كان هناك إقبال على هذه الرياضة الباراتايكواندو خاصة بعد الإنجازات التي تحققت سواء بالأخ عبد النور في الديني أو بجموع بالأبطال الآخرين يعني هذه الممارسة التي تتعرف دوليا لأن كما سنقول حسب الكورنولوجيا التي بدأت من 2008 إلى وصول 2018 يعني تغير تعدد الممارسين تغير تعدد المشاركين سواء بطولة المغرب يعني تنشأت بطولة وطنية دارت بطولة إفريقية كان بطولة العالم يعني القاعدة دي الممارسين دائما في تقدمه وهذا بطولة أفريقيا سمعني سي محمد يعني مجرد استضافة الجامعة لبطولة أفريقيا دليل على أنها مهتمة بهذه الرياضة يعني لكنا نواجه أسهم الانتقاد إلى بعض العرق التي تواجه الممارسين ولكن أنا بش كنشوف مثلا جامعة تستضيف بطولة من هالنوع وتعطي المشاركة لـ 31 هم اللي كينين ربما كتقول إراء ما زال إراء كي يخدموا ربا غني يرقوا بهذه الرياضة سنة 2016 أنا حددت التاريخ قلت ابتنا أبن سنة 2016 تغيرت المنهاجية دي الجامعة وبدأنا نشوف سيد رئيس السيد دريس لهذا يعني مشكور على المساعد يالو أنه بدأت يحاول يعني يدفع بهذه الرياضة القدام ولكن تبقى أنه العائق كما يقال أنه العائق مادي عائق تواصل الجامعة مع الوزارة يعني أن لحد ساعة هناك تساؤل أين موقع الوزارة من هذا النجاح دي لهذا الناس هادو يعني الوزارة واش الهدف دي لها أن هذا الناس هادو يبلغوا ويوصلوا لمبتغة دي لهم ويرفعوا الرياضة الوطنية أما عندها أهداف أخرى الجامعة الملكية المغربية للتاكواندو والبارا تاكواندو يعني تقول بأنها غادية في مساعي لنشر هذه الرياضة وأن الإمكانيات حسب الإمكانيات المتاحة لديها نعم ماذا عنا سيشام يعني الألعاب الأولمبية في توكيو 2020 ستشهد ستشهد مشاركة كان حالات لي غالي تكون مشاركة إن شاء الله لا يعني كان هدار على مستوى رياضة تاكواندو ستكون حاضرة حاضرة في التاكواندو البرنامج العامة والألعاب التي سيتم التنافس عليها هناك في توكيو هل هناك برنامج ربما خاص للإعداد ربما مشاركة مشرفة لملاوة الحصول على ميدالية أولمبية ونحن نعلم كم هي ثمينة الميدال الأولمبي لأي دولة في العالم نعم نحن الآن نستعد يعني الاستعداد كلها جارية البطولات كاملة اللي كيدداروا يعني كيدداروا لأجل 2020 إن شاء الله توقيو 2020 فالبطولة الإفريقية اللي ادارت هنا فهي النيتة يعني هديرة أصلا كنت أكد بأن المغرب كي يستعد بقوة لـ 2020 وكي يبحثوا كي يعني كي يقلب المستوى اللي غير يشرف المغرب في 2020 فما زال منها 2020 إن شاء الله ما زال ما فيه لأنه توقيتش يمشارك يطلبون لأن حسا عبدالنور حاليا رهم قصي من من الألعب الـ بـ 2020 ٢٠١٠٠٠٢٢٠٠٠٠١٠٠٠٠ تسنيف الدولي الأطبيب لا تختار هو مختار في أمتهاء الدولي يختارون أربعة دوليك كان يكون أربعة دوليك خذوا الأعدد الذي يوجده أتسلح فيها الادد لأن أربعة دوليك من قلاليا حتى لا توجد في العالم في أحد أربعة دوليك وحدك تجدوا طريفا فالكار 43 يكون عندهم إما بطرهم ليدين يمجروج إما تلقاهم حالات ليدين ديالهم ماشي نورمال الكار 4 واربعين تكون عنده يد كاملة ويد كسون نقوصة شوية فهذا كين ينكسر هذا هو السابق يعني ما ناتو بشي فربما فشل عبد النور في الوصول على بطاقة العبور أو المشاركة للألعاب الأولمبية ولكن هاي المعايير اللي وضعها ربما لجنة الأولمبية الدولية هي لخلت يعني هي اللي ذات هذه المعايير هذه ومستقبل إن شاء الله ربما يعني إن شاء الله في 2024 ستكون حاضر يعني جميع اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله وغلي يكون تنافسية كبيرة ومساول الحالية اللي كان لك نخدمه عليه إن شاء الله ونتقاتله إحسي نحن برش نكون حاضرين يقويين في إن شاء الله بإن الله تكون مشاركة مغربي ومشرفة ولكن كن على يقين عبد النور ما تديرها تلقى في طوكي فيتفرش كلا مشي حاضر أو مشي رأيس الوفد متخاف كلاعب غلي يكون شاء الله كمسؤول لماذا لا لماذا لا ما نخافش عليه عبد النور كيف تتوازن بين الجمعية كتسيير وإدارة جمعية التحدي والإصرار بين الأنشطة التي تقوم بها على كافة المستويات وأيضا بين عملك يعني أنا وما كرتش تحدثني عن عملك يعني تعمل في مصلحة الجوازات هناك في مكناس كيفش كتتساير العمل اليومي مع هذه الأنشطة مع التمارين فأنت عندك ما شاء الله عندك واحد الكوكتيل من البرامج اليومية التي يعني خاصة واحد الجهد جهد جبار صراحة بالنسبة للعمل مشكورين يعني القائد رئيس الملحقة الإدارية لتسهيل مجموعة من الأمور يعني بتواجد في مثل هذه اللقاءات مثلا تلفزية تظاهرات فيما إلى ذلك يعني تسهيل الأمور ديال الترخيص ديال أنك تمشي تحضر في هذه الأمور وبالتالي حتى بالنسبة للجمعية الجمعية كيكون عندي فراغ يعني من العشية والليل كامل من أجل التواصل مع دول من أجل ترتيب هذه الأمور بالنسبة للفريق الاستعراضي ومشاركات الدولية وكذلك صراحة كانت تواصل مع السيد الرئيس الجامعة من أجل أن هذا البراطيك واندو تزيد القدام يعني صراحة ما كان نهدفوش لرأسنا فقط وإنما كان نهدفوه من أجل أن هذا الرياضة تزيد القدام يعني حتى لو أن عبد النور ما كانش في توكيو وإنما بغاء حالات أخرين اللي يشرفونا إن شاء الله تجبتي مع كل تانجة كنار برامج مسطرة من أجل النهوض في 2016 حد هذا نعم كان عندك محطة يعني يوم تأسيت الجامعة حطيت مشروع تسيير رياضة البراطيك واندو بالمغرب وأنا صراحة من هذا المنبر أتمنى إن شاء الله تكون لجنة وطنية للبراطيك واندو تكون استقلالية مالية كتدعمه سي محمد هذه الأفكار يعني أنت من رجال الخبرة واللي عندهم باع طويل في هذه الرياضة وأيضا تريد أن تترك الخلف لخيري سلف فكتدعمه هذه الأفكار وخالم على مستوى فقط أنه يكون أكثر من صوت مش صوت مثلا عبد النور الذي يتحدث في المجل نعم فصراحة كل ما هو إيجابينا سنصب له دائما لأن مثل أصوات عبد النور هي فقط تعبر عن الحب أو ما بداخلها ما بيخالجها بأعماق يعني أنا عنده هذه الغصة وهذه الحب للوطن وتحاول يدفع بهذه الرياضة هذه التقدم لماذا لا لكي لا نصره إحنا مثل تركيا أو روسيا أو اللي تشاركوا بتقريبا بمجموعة ما يفوق 40 مشارك أو 42 مشارك لماذا لا؟ أولا أنهم يقوون حضوض بلدانهم للحصول على التنقيط أو تصنيفات العالمية ثانيا يقوون الحضوض لفوج بميداليات ممكن جي مقابلة تركيا تركيا وتكون هناك تسويات بين العنصير أو تكون مقابلة يعني استعراضية أو فقط لأن دائما عندهم تخطيط كما يخطيطهم لماذا لا نخطيط نحن؟ هناك مشروع برنامج مشروع لتأهيل الرياضة لباراتيك واندو ووضعه الأخ عبد النور منذ سنة 2015 ونشاهدون على ذلك برنامج يهدف إلى النهوض برياضة لباراتيك واندو في المغرب نتمنى أن يكون هناك أذان صغي وانا بغيت نختم في واحد الفيديو ونشاهدون منه بعض اللقطات ونعلق بعد ذلك أنا عبد النور عبد النور الإنسان كيف يحيى مع أسرته ورنا سعد رزا عندنا الوقت حتى الوليدات نشوف الصورك عندك الوقت الوليدات ما شاء الله نشوفك مع إسحاق إسحاق آخر العنقود عندك رودينا، إسحاق وتسنيم لأسف الحمد لله أن إسحاق كان بشكل نعمة ختمها الله عز وجل علية بحكم أن رودينا وتسنيم عندهم إعاقة حركية وما كيتكلموش وما كيتمشوش وربما كان هذا إسحاق سليم الحمد لله سليم الحمد لله في هذه النقطة كنت تحدثت على العمل لأسف سيدنا الله ينصره وإعطاني هذه الوظيفة منذ سنة 2015 منذ سنة 2007 حصلت على الوظيفة ولكن للأسف منذ 11 سنة ولازلت في سلم 6 رغم أنني عندي الإجازة في الدلسة الفرنسية لازلت ماذا؟ سلم 6 سلم 10 هذا ربما حق من الحقوق والأخصين يكون عندي وما عندي في المغرب دينا ولكن كان بغواد الواطر أي من تسمعون وتشاهدون لا إله الله أنا وصلت لمرحلة الختام سي محمد لعب المتخب الوطني سي محمد ابناء شكرا جزيلا لك على الحضور شكرا لك سي شام الأطلسي تشرفنا مرة أخرى بوجودك عبد النور نعم نتمنى لك التوفير الله أحفوذك واصل وذلك العنوان الملهم التحدي والإسرار ليكون خريطة الطريق ومنهج حياة بالنسبة لك لأنك تمنح الناس قدوة وتعطيهم الأمل بأن هناك غد جميل غد مشرق لمنهم يختلفون عننا ولمن تسميهم ذوي القدرات الخاصة شكرا لك جميعا شكرا لك على السلام شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم مني من طاقم العمل أجمل تحية وحيث يصود الصمت يحلو لنا الحديث إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة